السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخبار مثيرة ومدوئة مساء اليوم نبدأها بالعناوين أول قرار من إبراهيم فايق ضد الحكم محمد عادل وتشكيل الزمالك اليوم أمام اسموحة في الدور المصري وترتيب الفريقين مدرب جنوب أفريقيا يصرح بيرسيتاو لن يعود لقائمة البارضانة إلا إذا رحل عن الأهله موعد مباراة الأهل القادمة بعد الفوز على زد وعضو اتحاد الكرة يسير الجدل بشأن إصابة إمام عشور وفي البداية ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة أعلن الإعلام إبراهيم فايق مقدم برنامج الكرة مع فايق عبر قناة MBC مصر التقدم بدعوة قضائية ضد الحكم محمد عادل على هامش تسريب التسجيل الصوتي الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي في إيسبوك قائلا بعد التحية أنا عارف وإنت عارف ومصر كلها عارفة إن صوتك فيا ألف أهلا وسهلا ومن هذا المنطلق وبعد سلسلة من المهاطرات المستمرة على مدار الساعات الماضية أعلن أنني قد وكلت مكتب الأستاذ أشرف عبد العزيز المحامي بالنقد لكي يقوم بتقديم بلاغات ضد محامي الحكم محمد عادل بعد تجاوزه بالسب والتشهير وما ذكره من أمور من شأنها التأثير على القضاء الذين يناط بهم الفصل في دعوة مطروحة أمام أي جهة من جهات القضاء في البلاد وكذلك أيضا حديثه باستصداره أحكاما مسبقة ضده الجدير بالذكر أن إبراهيم فايق زاع خلال أحد حلقاته التسجيل الصوتي الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي بين محمد عادل وميدو سلامة التسريب الذي أعلن عنه الإعلامي أو الإعلامي الرياضي أحمد عبد الباصط هذا وقد كشف أحمد العدوي المحامي الخاص بالحكم الدولي محمد عادل عن تقدمه بعدة بلاغات بعد عرض تسجيل صوتي مصرب قال أحمد العدوي محامي الحكم محمد عادل عبر أون تايم سبورت تقدمنا ببلاغ ضد إبراهيم فايق وأحمد عبد الباصط وفريق الإعداد والشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو بعدما نسبوا تسجيل صوتي مصطنع أو بمعنى أحق مزور للحكم محمد عادل وأضاف العدوي قائلا المقطع الصوتي به جزء سليم وهو الاستدعاء للمناقشة لكن تضمن أيضا جزءا مصطنعا وواصل قائلا في حال أن افترضنا أن التسجيل الصوتي سليما فقانون الاتصالات الجديد يمنع نشره بدون الحصول على إذن ومعاقبة من يخالف ذلك وقرر اتحاد الكرة فتح تحقيق شامل حول تلك الوقائع وعرض النتائج خلال اجتماع مجلس الإدارة الطارئ أمس وكان بيان اتحاد الكرة بعدما أقال لجنة التحكيم برئاسة محمد فاروق قرر اتحاد الكرة فتح تحقيق شامل حول تلك الوقائع وسيتم عرض نتائج التحقيق خلال اجتماع مجلس الإدارة الطارئ المقرر الذي تم إنعقاده لاتخاذ القرار المناسبة ولكن هذا الأمر وهذا الملف تم تحويله إلى النيابة ويكون هناك إصدار قرارات فيما بعد نادي زمالك اليوم في مهمة صعبة أمام فريق سموحة والتي في مباراة تجمع الفريقين الساعة 5 مساء اليوم الجمعة في منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من حراسة المرمى محمد عواد خط الدفاع حسام عبد المجيد حمزة المسلوسي عمر جابر محمود بن تايك خط الوسط ناصر ماهر عبد الله السعيد محمد شحاتة ودونجا في الهجوم وميشيلاك وناصر منسي ومصطفى شلبي ويغيب 11 لاعب عن الزمالك في بدايتهم أحمد سيد سيزو للإصابة ويؤدي أحمد مصطفى زيزو ومحمد حمدي سناء الفريق جلسة علاجية واستشفائية خاصة في صالة الجيم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي ووفقا للبرنامج الموضوع لهما بعد تعرضهما للإصابة في مباراة البنك الأهلي ويعاني سيزو من إصابة عبارة عن مسق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية في حين يشكو محمد حمدي من إصابة في جزع في الرباط الخارجي للركبة نعود إلى النادي الأهلي وبرسيتاو وتحدث هوجو بروس مدرب منتخب جنوب أفريقيا عن برسيتاو حيث قال عن أسباب غياب استبعاد برسيتاو جناح النادي الأهلي من قائمة الأولاد لمواجهتي أغندا وجنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا حيث شهدت قائمة البابوانا بابوانا غياب برسيتاو لاعب الأهلي للتوقف الدولي الثاني على التوالي بعد استبعاده من قائمة معسكر سبتمبر وقال جروس في تصريحات صحفية كما تعلمون أن برسيتاو لم يعد يلعب في الوقت الحالي فهو دائما يجلس على مقاعد البدلاء مع الأهلي لقد قلت منذ شهرين أن البيئة المحيطة به في الأهلي ليست إيجابية لذلك أدعو برسيتاو إلى اللعب في أي نادي أو البحث في أي نادي آخر حتى يكون مع جنوب أفريقيا أو ضمن فريق منتخب جنوب أفريقيا في المرات القادمة وقال مصدر في الأهلي أن النية تتجه داخل النادي الأهلي إلى تجديد عقد برسيتاو لعدة أسباب في مقدمتها ارتفاع سن اللاعب 31 عام بجانب ارتفاع قيمة عقده حيث يتقاضى مليون دولار سنويا بجانب تراجع مستوى خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى دخول اللاعب في أكثر من أزمة مؤخرا مع الجهاز الفني نتيجة عدم مشاركته بشكل منتظم في المباريات أما موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على زد يغيب الأهلي عن المشاركة فترة طويلة تقدر بحوالي 15 يوما فبعد أن فاز الأهلي على زد بنتيجة 1-0 واقتنص النقاط الثلاث وأصبح ترتيبه في المركز الأول بست نقاط يلاقي الأهلي نصيره الاتحاد السكندري يوم 22 من نوفمبر الجاري على استاد السلام في منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدور المصري التي يتصدرها النادي الأهلي بست نقاط ثم يلي بعد ذلك النادي الأهلي الاتحاد السكندري أيضا له 6 نقاط بعد فوزين متتاليين سموحها 3 نقاط المصري 3 نقاط الزمالك 3 نقاط طلائع الجيش 3 نقاط ثم بعد ذلك كل الفرق الآدية لها نقطة واحدة بيتروجيت وبرامتز وإمبي والإسماعيلي والجونة ومودرن سبورت وغزل المحلة وزد البنك الأهلي بدون نقاط مع فاركو وسيراميكا وحرس الحدود كل التوفيق إن شاء الله وفي النهاية كان إيهاب الكومي قد اعترض على إصابة إمام عشور حيث أصار عضو اتحاد الكرة إيهاب الكومي جدل واسعا بسبب إصابة إمام عشور حيث قال عضو اتحاد الكرة في تصريحات تليفزيونية أتمنى توضيح كافة الأمور الخاصة بإصابة إمام عشور لأن أحد أصدقائي قال لي في أذني إنه توقع إصابة عشور لكي لا ينضم لمعسكر منتخب مصر لكن نريد حاليا معرفة حجم إصابة اللاعب وأتمنى له التألق مع النادي الأهلي وهذه رسالة بسيطة جدا بين السطور وكان إمام عشور قد غادر ملعب فريق مباراة زد متأثرا بإصابة في العضلة الخلفية ولم يستكمل المواجهة في نهاية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته